التظاهرة الأولى لعيد الجلبان المنظمة ببلدية لدفارس بولاية معسكر تميزت بإنتاجها الغزير لهذه الفصيلة من البقوليات حيث كانت المبادرة فضاء لعرض شتى أنواع البازلاء اليوم خصصناها إن شاء الله الاحتفال بمنتوج البازلاء أو الجلبان كما معروف عند المواطنين هذا حتى نحفز فلاحين مضيقا لتكثيف هذه الزراعة مثل هذه التظاهرات تساعد الفلاحين الذين ينشطوا في المناطق الجبالية يكتروا مثل هذه المنتوجات خاصة وتتزامن مع فترة تعوين تكون منتوجات قل مثل البطاطا نحن نشوفها اليوم هذا المنتوج يقدر يعوض منتوجة البطاطا وخاصة تنفيه فيتامينات وخصائص حتى للتربة المناسبة كانت فرصة لتبادل التجارب والخبرات كما كانت أيضا فرصة لطرح الانشغالات جلبان نوعية مليحة ما شاء الله كبير لكن الما معناش احنا في كذلك يد العاملة فاني ما كاش ضروكا هو يجد ما تجيب تسيب خدام واللزوج حتى شوف منلي تقريب كالله ينوضع لزوج تعليل هو يدور على الخدام با تسيب عشر خدامة واللحدة عش اللي يقلعوا لكل جيد تظاهرة مثل هذه من شأنها تذليل العقبات من أجل ضمان مضاعفة الإنتاج وتحقيق الأهداف المبتغات وهو ما يأمله الفلاحون المشاركون في عيد البازلاء على أن تعمم تظاهرات مثل هذه في سائر الولايات ترجمة نانسي قنقر